كلمة عن الآثاء وحدثنا فيها سعادة الدكتور أحمد بن ناصر النعمة بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزلنا علما واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعونا حسنا والله يا مشايخ ما أدري شابول لآخر لحظة كلفوني بالحديث عن الآثار والآثار الحقيقة البحث فيها موجة حقيقة لما تعرضت إليه من عبث وإهمال أود أن أنوه عن شيء مهم إنه ما كل كاتب بخطير حتى ولو كتبنا فأنا في الخطابة ليس من الناجحين المفوهين سامحوني أشكر الله عز وجل على الانتماء انتمائي أنا إلى هذا المنتدى وهذه الكوكبة المتميزة وأشكر رئيس المنتدى الذي اختارني من بين هذه المجموعة الطيبة المباركة كذلك أشكر أبو عبد العزيز على رعايته لهذا الحفل وأشكر اللجنة المنظمة لحفلنا هذه الليلة أما الآثار يا أحباب اللي يجتهد في الإطلاع والوقوف عليها أثراً بعد آخر يشعر بأسة فعلاً يعني لما تعرضت إليه من تجريف ومن عباث ولو بدي أتكلم عن العبثة التي تعرضت إليه هذه الآثار ممكن تقولون يا ريتني ما تكلمت إنما فيه موضوع أبغى أثيره بصفة إن هذا المنتدى هو عبارة عن مسمى يتكلم عن تخصصه وهو اقتفاء أثر فيه سوق جنوب الرئيس ما له اسم أنا سميت من أنتي سوق المعرقة لأنه طريق قريش المسمى بطريق المعرقة يمر به وهذا السوق جاهل يقال أنه مر به أبو سفيان رضي الله عنه لما انهرب من جيش المسلمين في بدر والله عز وجل قال إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوة والركب أسفل منكم كان ساحل بهذا القوافل ومر به ويقال أنه على درب قريش هذا السوق الذي اطلع على معجن بدر تكلمنا عنه بإضاحة صورة وتعليق وحداثيات وغيرها لكن ما له اسم أتمنى من هذا المنتدى أن يتبنى اسم لهذا السوق ويقف عليه ليجد تصميم غريب حتى أنا ما فهمته حتى بمعجن للدينة 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 يا راحي للسل حتى الناس اللي يقفوا معي يقولون غريب في تصميمه في أماكن شوارعه في شوارع داخلية بين المحلات وفي مسجد وفي مقبرتين يعني دليل أنه كان في حياة في ناس يأمونه من بعيد لو تمت تسميته حتى اللجان المخصصة المتخصصة المسؤولة عن الجولات هذا الزائرين اللي يتمشوا على الآثار يسمى لهم هذا الأسوق هناك الكثير من الآثار التي تعرضت للتجريف وللعبد ولا سيم الكتابة على الصخر في عندنا سوق قديم أو قرية قديمة جداً أثرية في مغانيا اسمها ثمرة هذه فتحوا وسط القرية طريق جرفوا الكتابات جزء كبير من الكتابات والإسلم منهم قد يكون شالهم للشيول وعكسوا الكتابة من ما اعتدل إلى معكوسة على الأرض حتى الآن ما حد اهتم بهذه الآثار حقيقة عندنا أيضاً أثار في وادي الهدى الذي يصب في وادي الصفراء من جنوب جبال المسعى هذه آثار كثيرة كتابات ونقوش وصور تعرضت أيضاً للعبث أمور أخرى ما أبغى يعني أتطرق لها حتى لا أوجعد مرضكم لكن سامحوني من هو مسؤول أو يعرف المسؤولين يهيب بهم بالعناية بهذه الآثار يكون أجرع لله عز وجل لو قلنا مثلاً حصرنا الآثار الموجودة في بدر لوحدها في محافظة بدر أكثر من 64 معلم أو موقع بين مباني وبين كتابات وبين يعني مسميات كثيرة أقدر أقول عليها يعني مثلاً نقوش وما شاب ذلك الحقيقة يعني بدي أختصر حتى لا أطول عليكم المعاناة التي أنا توصلت لها من وقوفي على هذه المعالم أو هذه الآثار موجز شوية بصراحة مؤلم أقول لكم الصراحة لما تعرضت إلي من عبات ومن لو بس خلوني أختم بموقع واحد في واضي الخوصة الذي يصب في النخل في كتابة قديمة جميلة وكثيرة في صخور متجاورة كل صخر في كتابة في كل حجر كبير في كتابة جاء واحد وكتب كتابة وحشاني شوية بصراحة ما أقدر أقولها حتى ما قدرت أني أنزلها في المعجم اللي هو معجم ينبئ ما استطعت في أحد الإخوان من المنطقة من منطقة الخوصة ويسكن في المدينة لكنه هو من منطقة الخوصة شكوت له حال هذه الكتابات والعبث عبث بالمسدس بلون مسدس وكتابة على كتابة فقال لي أروح أشوف معاك ممكن توديني قلت أوديك أنا يعني الحقيقة تفائلت واخدت معايا إيشنا قلصنا مثلا كيروسين ومناش الخشنة وكذا أتوقعت إنها تشيل البويا هذه رحنا عملنا جهد أنا كنا حوالي خمسة أشخاص عملنا جهد مضني بأننا نرس الغاز ونبلل الخيش معنا ما طلع الكتابة اللي المسدس هذه ما طلع قل لي سيبها أنا أخدمك فيها وجاء المدينة لأحدى شركات النظافة قال لهم عندي كذا 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 أبغى زيله إيش تنصحون نبي من مادة قالوا له مادة كذا رح اشتراها واخذ معها عمال حاول المستحيل ويصور ويرسل لي في جدان حاول المستحيل أنه هو يشيلها ما شاء ذكرت هذا الكلام في محاضرة ليا في اللجنة الثقافية في إخلص دكتور مصري في الجامعة فرع جامعة جددة في إخلص قال لي هذه مادة استخدمت في مصر وعطاني النشر حقتها وتركيبها وكل هادي تشيل أي عبث وتعيد لك الكتابة على الصغب زي ما كانت أخذتها ورسلتها للأخدام ما أدري يشي يعمل إنما البحث عندي بحث المادة تحضير المادة لليشيل العبث والحقيقة الحديث عن الله آثار يطول ولكنني أختتم بهذا وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده ومن أرسل رحمة للعالمين والسلام عليكم ورحمة الله وآخر الدعوة أن الحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر